في شأن الاقتصادي تتعلق أمال العراقيين على الدور النيابي للبرلمان الجديد لتعديل سعر الصرف بسبب الضرر الذي وقع على شريحة واسعة تقبع تحت خط الفقر فيما تؤخر الخلافات السياسية إقرار موازنة العام الجاري التي تعد الفرصة الأخيرة للتعديل المنتظر أكثر من أربعة أشهر مرت على انتخابات تشرين والخلافات ما تزال تعيق تشكيل الحكومة التي ينتظرها المواطن لإقرار موازنة عام 2022 لا سيما سكان المحافظات المحررة الذين تضررت منازلهم إذ تعد الموازنة الاتحادية الأمل الوحيد لتشهيد جدران هذه المنازل المهدمة من خلال صرف التعويضات أتأمن إن شاء الله على الموازنة الجديدة بأن توجد تعويضات وخاصة للعوائل المتضررة في المدينة الفلوجة وجميع المواطنين انتظروا الموازنة في سبيل تمشية حالهم من حيث المعيشة ويعتبر الميزانية في الوقت الحاضر مهمة جدا للمواطن وخاصة عند ارتفاع سعر الصرف وفي ظل السياسة مالية ونقدية خفضت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار يعول كثير من المواطنين على الموازنة المقبلة لعادة سعر الصرف فالآمال ما تزال معلقة والأنظار تتجه صوب تشكيل الحكومة المقبلة لانتشال الطبقات الهشة في المجتمع كمواطنين في محافظة الأنبار نطالب من الحكومة المركزية ونطالب من مجلس النواب العراقي بأن يتم الاستعجال بإقرار تشريع الموازنة صراحة اليوم الموازنة البلد تمس الطبق الفقيرة والطبق المتوسطة بالإضافة إلى أن الكثير من المشاريع الخدمية والمشاريع العمرانية تتطلب أن يكون هناك موازنة تلبي احتياجات البلد وعلى الرغم من توقع تأخر إقرار موازنة العام الجاري فأن تخفير سعر الصرف ما يزال مطلبا يمكن تحقيقه من خلال الدور النيابي حتى قبل إقرار الموازنة وهو ما يطالب به المواطنون تأخر إقرار الموازنة الاتحادية من شأنه أن يؤثر في حل ملفات عدة ما تزال عالقة هنا في محافظة الأنبار إذ يعول الأنباريون على قرارات سريعة لتشكيل حكومة توافقية ينتظرها أكثر من أربعين مليون عراقي من العنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة